موسيقى دائماً عندهم مشكلة مع المصممين اللي ما عندهم خلفية هندسية وقالوا لي لو كان المصمم يفهم هندسة راح يكون هذا شيء سهل عملهم بشكل كبير فيوم شفت أنا هذا الشيء وتذكرت أنا أصلاً يعني شغفي بالسيارات والرسم قلت ليش ما أحاول أطور من نفسي وأرتقي بمستوى رسمي إلى مستوى أعلم وأكتفي فيها كهواية بسيطة خصوصاً أني أنا مهندس ميكانيكي فراح أستفيد من هالشيين مع بعض فلما رجعت القطر حاولت أشوف عن طريق الأنترنت والبحث كيف المصممين المحترفين يطورون السيارات وكيف يرسمونها في السابق أنا كنت أرسم باستخدام قلم الرصاص والألوان العادية والألوان المائية وكانت النتائج يعني تحتاج وقت كبير وتعب كثير عشان تطلع بنتيجة حلوة وإذا الواحد غلط في أثناء نص الرسمة راح يعفس الورقة بقطها لأنها ما صعب إصلاحها فاكتشفت أن المصممين المحترفين يستخدمون الدجيتال آرت أو الفن الرقمي في تطوير رسماتهم لأنها تعطيهم أول شيء سهولة كبيرة وشغل أسرع للوصول إلى نتيجة وثالثاً الدجيتال آرت أو الفن الرقمي صارت أدوات متطورة جداً بدرجة أن الواحد يقدر يرسم السيارة على الكمبيوتر ويصير شكلها واقعي الواحد ما يقدر يفرق بين سيارة حقيقية أو رسمة فانعجبت صراحة وانبهرت وشبت شيء رائع أن أنا ممكن أستثمر وقتي فيه ويسوى بالنسبة لي أني أطور نفسي في هذا المجال فأخذت وشريت كل الأدوات اللي أنا محتاجها وعدت استيديو خاص بيني يحتوي على كل الأدوات اللي أنا محتاجها سواء من الكمبيوتر في الدجيتال آرت الشخص يحتاج مساحة كبيرة مش نفس مثلاً شاشة صغيرة الكمبيوتر ما رح تكفي فأخذت لي شاشة حجمها كبير مناسب بحيث أني أقدر أوضع أشياء مختلفة عليها وشريت لي تابلت ذو دقة عالية عشان أقدر أستخدم يعني مثلاً يدي بكل أريحية فأرى ما تعطي نتائج مئة في المئة فأحتجت أني أشتري هذه الأدوات بالأضافة إلى برنامج فوتوشوب وأنا شفت يعني مقاطع وديزاينر محترفين يتكلمون عن هذه الأدوات وقالوا بوجودها الواحد يقدر يوصل إلى أعلى المستويات بإذن الله فبديت أتعلم على هذه البرامج ومع الوقت وأنا ما زلت أعتبر نفسي مبتدع إن شاء الله راح أقدر أوصل إلى المستويات المحترفة وأنتد شيء أكون أنا فخر فيه وأقدر أعرضها للناس حالياً أنا في المراحل الأولى من تأسيس شركتي اللي هي عبارة عن شركة للتصميم والتطوير الصناعي واحد من أهم الأشياء في الإنتاج الصناعي إن شكل المنتج يكون شكله جميل ومقبول بالنسبة للمستخدمين فأنا وجدت في الفن الرقمي بداية ممتازة جداً إن أقدر أرسم المنتج أشوف شكله كيف راح يكون هل يعجب الناس أو ما يعجبهم لأنه راح يوفر عليه وقت كبير قبل أن أصمم الهندسة وأنتج المنتج في قاعدة معروفة عند المصممين للمنتجات يقولون التصميم قبل الهندسة لأن إذا كان أنا عندي التصميم الجميل أقدر كوني مهندس أقدر أسوي الحسابات وأسوي كل شي من الهندسة عشان أطلع بشكل جميل لأن في النهاية المستخدم يهمه شكل المنتج وأنه يكون مريح بالنسبة له فأنا قبل أن أنتج أي منتج أقوم برسمة باستخدام الأدوات الموجودة عندي وأشوف شكله وأتناقش مع الموظفين اللي معاي والشركة إذا عجبنا نروح للخطوات الثانية فبالنسبة لي أنا مستخدمها بشكل احترافي هو بدأ معاي كهواية لكن صارت هواية مفيدة وقدرت أستفيد منها في شريفتي وأتوقع أنها راح تفيد ناس كثير بالنسبة لي أنا استخدمت في مجالي لكن أنا متأكد الناس باقيين كل واحد عنده هواية وعنده حمل وعنده مهنة يقدر يستخدم الفن الرقمي بالمجال اللي هو يحبه والمجال اللي هو يحتاجه الفن الرقمي بحر كبير وواسع وكل واحد يقدر يستخدمه حسب حاجته وراح يحصل على نتائج مبهرة فأنا أشجع أشجع الناس كلهم أن مهما تكون استخداماتك وحاجاتك أبحث عن كيف تقدر تستفيد من هذا المجال لأنه في النهاية هواية جميلة ومفيدة وأنا شخصيا الحمد لله مستفيد منها مئة في المئة وأحس أن الكثير ما أمضي وقتي في تعلم زيادة أستفيد زيادة وقدر أحصل استخدامات جديدة وتفتح لي مجالات واسعة